هذا وأكد ترامب أنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة مشيرا إلى أنهم داخل مجموعة السبع لم يتم التصويت حتى الآن على عودة روسيا إلى المجموعة من عدمه مضيفا أن مجموعة السبع تبحث دائما عن السلام لم أتحدث مع فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة وبالفعل تم مناقشة موضوع عدم وجود روسيا ولكننا لم نأخذ الأصوات بشأن عوداتها من عدمه والبعض تروق له فكرة عودة روسيا مرة أخرى هذه المجموعة كان اسمها الثمانية الكبار وليس السبعة الكبار وحدث شيء ما جعل روسيا غير موجودة معنا ولكني أرى أن عودة روسيا تعتبر إضافة كبيرة وسيكون شيء جيد للعالم ولروسيا ذاتها والولايات المتحدة وكل الدول الأعضاء الحاليين في مجموعة السبعة الكبار أن تكون المجموعة باسم الثمانية الكبار هذا أفضل وعودة روسيا ستكون شيئا إيجابيا نحن نبحث عن إقرار السلام في العالم ولا نسعى لأي شيء آخر ترجمة نانسي قنقر